بالفيسبوك وبالتويتر الجزائري والعربي وأيام بعد استشهاد مراسلة الجزيرة في فلسطين صحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال اختالت القوات الصهيونية الجوم الأربعاء الصحفية والأسيرة المحلرة غفران ورسنة وحسب ما نقلته وسائل أعلام فلسطينية عن مصادر طبية فقد استشهدت الورسنة بجروح خطيرة أصيبت بها جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليها بدعوة تنفيذها عملية طعنة كما أقامت كذلك وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهادية الشبى ورسنة إثر إصابتها برصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى وخرجت من الجهة اليمنى وكانت قد اعتقلت الشهيدة ورسنة في وقت سابق من قبل قوات الاحتلال بتاريخ جنفيا 2022 قبل أن يتم الإفراج عنها في أفريل الماضي لطبعا تكون شهيدة اليوم الأربعاء على يد القاتل الصهيوني متأثرة بجروح خطيرة إذن نعرج على التعليقات والتفاعل عبر التويتر وكذلك بعض التعليقات بالصفحة الرسمية للشروق الإخبارية بعد إعلانها من مصادر موثوقة ومن مصادر إعلامية فلسطينية وتنقلت الخبر إذن القاتل الصهيوني يهدر من جديد دما آخر كان يسري في عروق صحفية أسيرة محررة غفران ورسنة صاحبته 27 ربيعا قرب العروب شمال الخليل الذناد الذي يخشى صاحبه صوت الحقيقة تعمد على تصويب طلقته في الجزء العلوي من جسد غفران التي لم يغفر لها الكيان الصهيوني خطيئة فضح جرائمه فغدت شهيدة شامخة في علياء فلسطين ومن رصاصة إلا رسالة مبطنة بتخويف كل من يتجر على كشف عورته في تعليق آخر من شيرين إلى غفران يبدو أن القائمة ستكون طويلة ولا أحد يدري من سيأتيها الدور بعدها لكن مقاومة القلم والصورة الفلسطينية لم تزدها هذه الممارسات والانتهاكات الصارخة لم تزدها سوى العظيمة لمواصلة فضح الكيان وإن غذى العالم بصره عنها كان هذا أهم ما تفعل معه رواد مواقع تواصل الاشتماعي اختنا لكم اثنين من التعليقات بصفحتنا الرسمية شروق نيوز وكذا بالتويتر ورحمة الله على الشهيدة يمكنكم أنتم كذلك أن تتفاعلوا معنا حول الموضوع وسنعرض تفاعلكم وتعليقاتكم عبر شاشة الشروق نيوز ونمر مباشرة للترند الثاني